وتعالوا نبتدي نتلقى أول سؤال من حضراتكم معايا الأستاذ محمد أستاذ محمد سهلا حضرتك الشيخ بخير الحمد لله تفضلي في النمو عليكم سعكاته عليكم السلام وحتى الله وبركاته كنت أوزل سهلا حضرتك بس أنا شغال في مؤسسة كده حكومية وشايف الناس يعني فيه سريعات وفيه ناس ملافقة وناس كدير وانا الوقت بنزل أصلي ناسك ببعس إننا نتعبئ شايفه مدامة عبان ده سيدة عبان مش هكادر الواحد مش في يده حال يعمل بتسألني تعمل ايه أستاذ محمد آه حضرتك هجاوب على حضرتك فيه سؤال تاني لا شكرا أنا شيخ مجزاك على رأسي أيها الحبيب بس يا أستاذ محمد أنا عايز أقول لك حاجة الشعور اللي عندك هيظهر على حضرتك سواء في الشغل أو في البيت أو في الشرع أو في أي مكان أنت حضرتك اللي عند حضرتك ده ده شكل من أشكال الاكتئاب ملوش دعوة بأن الناس في الشغل بيحصل كده ولا أنت حضرتك شايف أن أنت مهدر الحق حاسس أن أنت مش واخد حقك وحاسس أن الناس بقى فيه حاجة غريبة في حياة الناس أن الناس اللي ما بيشتغلوش واللي بينفقوا بيبقوا في مكان أحسن والناس اللي بيشتغلو وعندهم أخلاق دايماً حياتهم دياء الحل هو إيه بقى الحل تلات حاجات أول حاجة كل خير عندك حاول تشوفه بزيادة يعني إيه بزيادة دايماً أقول ما تزيد في نظر النعمة التي عندك هو في الحقيقة لا يكفي لكي يشكر العبيد رب العبيد زود نظرك في النعمة اللي معاك وعشان أفضل طريقة لتزويد النظر في النعمة اللي معاك استثمرها هتقول لي استثمرها إزاي في الشغلانة بتاعتك دي ممكن تروح تتضرب على حاجة تانية تستثمر فيه الشغلانة بتاعتك دي نفترض أن فيه واحد ميكانيكي يروح كمان يتعلم شوية حاجات في الميكانيكا إزاي الميكانيكا دي توسع له دخله ويدخل عمله في الميكانيكا في أعمال أخرى يبقى استثمر النعمة اللي عنده المهارة اللي عنده يتعلم لها شويتين تلاتة ويتعلم حاجات تانية عشان يلاقي عنده فرص أكتر لأن المهارة اللي عندك دي نعمة يبقى دي أول حاجة تانية حاجة ببساطة نوقف نظرنا على عيوب الناس شوية مناش دعو بعيوب الناس عشان يبقى عندنا وقت إن احنا نشتغل على نفسنا تالت حاجة دايما حاول تدعي وتصلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما تعمل التلاتة دولة تستثمر النعمة اللي عندك وتغلق عينك عن رؤية عيوب الناس وتصلي كتير على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلبك يطيب وكمان حياتك تتسع وتبتدي تدخل في الحياة الطيبة ده الحل ببساطة يا سيد محمد موسيقى